احنا في بقى الأستاذة أميمة اللي بتعلق على المصريين اللي بيطلع منهم الحقيقة يعني ستة أميمة مش انحياز بس هو في أمم كتيرة بتكون غير المصريين وبنشوف أخلاقيات مش يعني متلائمة مع مكارم الأخلاق الإسلامية سواء من المصريين أو من غير المصريين سواء في الحرم في مكة المكرمة أو في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنا مقدرش أعمم لكن هقول يخرج من بعض المصريين بعض التصرفات اللي احنا أو بعض المسلمين لأنه الحقيقة يعني أنا بشوف حاجات كتير من مصريين ومن غير مصريين بتحدث سناك يعني حتى أثناء الطواف ودايما ننبه على الموضوع ده في العمرة أو في الحج انه يا جماعة بنشوف تصرفات من أمم كتيرة الناس بتضرب بعض عشان تروح تستلم الحجر يعني بيضيعوا واجب أو أصل أو فرض من أجل إقامة سنة فيضيع أو يهدر كرامة الإنسان المسلم من أجل أن يستلم الحجر في هذا الزحام الشديد فهي الحقيقة أنا أضم صوتي مع صوت حضرتك في نقطة إن إحنا بس نكسف في البرامج الدينية واللي ربنا يبارك فيها ويزدها ويكسر منها لتوعية الناس ونحط إيد الناس على جواهر هذا الدين العظيم ونحن نعلي من قيمة الإنسان وقيمة الإنسان دي قيمة مهمة ربنا كرم هذا المخلوق وليس الإنسان المسلم فقط ربنا كرم الإنسان على العموم إيه فقه المعاملة في مثل هذه الأمور وفي غيرها سواء في المسجد الحرام أو في غيره في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو غيره في معاملة الناس على الإطلاق وده جهد مش هيقوم به الدعاء فقط أنا لا أعتقد أبدا أن الدعاء بيقوموا بدرهم بما يجب أن يقوموا به إن قصروا فسيحاسبوا عند الله وإن قاموا بأدوارهم إن شاء الله نرجو لهم القبول وإن أخلصوا العمل فيه لله سبحانه وتعالى يوفقوا إن شاء الله لكن مع هذا الجهد اللي المفروض يقوم به الأئمة والدعاء والوعاض والعلماء والفقهاء لابد تكون في مؤسسات ترعى هذا الجهد لأن لو إحنا أمنا بهذا الجهد ولم تقم المؤسسات معنا يشدوا بعضنا عضوة بعض مش هنقدر نعمل شيء يعني المؤسسة التعليمية فيما تبسه من المناهج طريقة التعامل ده طريقة إزاي أنا أسوق المعلومة للطفل الصغير وأبنيها أبنيها على عبر المراحل يبقى المؤسسة التعليمية بتشارك معايا ده المؤسسة الصحية هل بتدخل؟ أبتدخل وأنا لما حافظ على كرامة المواطن ويدخل ويطلع في المؤسسة الصحية دي في مستشفى أو غيرها ويجد الناس بيحسنوا معاملة المريض أنا بعكس إليهم أخلاق طيبة يطلعوا يعملوا الناس بهذه النفسية اللي فيها أريحية واللي فيها حرص الدولة على المواطن يبقى أنا بعكس الإحساس ده عنده فيبتدي يعكس هذا الإحساس عنده سائر الخلق في جميع بقى وقيس على جميع سائر المؤسسات اللي عندي إذن اللي بيقوم به الدعاء والعلماء والمصلحين مش بس من الدعاء اللي بيعملوا في حق للدعوة الإسلامية جميع الدعاء إلى الحق من مصلحين ومفكرين وفلاسفة ودعاء إلى الله المؤسسة لازم ترعى ده وحاجة كمان تالتة إن إحنا بنشتغل بشكل فردي يعني المفروض إن إحنا يبقى فيه شيء بيجمعنا فيبقى هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاء وهؤلاء الوعاظ وهؤلاء الفلاسفة وغيرهم من مصلح العصر الناس دي تتكاتب فيه شيء يلمهم عشان يبقى فيه منهج واحد في طريقة التعامل مع هذه المجريات اللي مخلينا مش بنحس بجهد اللي بيقوم بيه البعض إن كل واحد بيشتغل مع نفسه إنما فين المكان اللي بيجمع ده وبالتالي أنا أدعو جميع المؤسسات من المؤسسات الدينية والمؤسسات الثقافية وغيرها بتوحيد الكلمة توحيد الكلمة ده عمره ما هيكون وإحنا كده الناس متبعترة في العمل بتاعه لازم يبقى فيه تنسيق بين المؤسسات الخاصة بالدولة والمؤسسات التي ترعى التثقيف سواء التثقيف الديني أو التثقيف الخاص بالمعارف الإنسانية العامة يبقى فيه تكاتف نوصل ده إزاي؟ نفكر اللي قائمين على ده يعودوا يفكروا يجمعوا الناس دول إزاي؟ إحنا والله دخلين على موسم الحج إيه اللي نقدر نقوم به من توعية نقدر نوجه بيها المعتمرين والحجاج إلى ضرورة الإحسان إلى خلق الله وإن دي عبادة عبادة الإحسان إلى الخلق عبادة عبادة عظيمة الإنسان يضيع صلاة ويضيع زكاة ويضيع العبادات اللي قام بيها لإنه أسأل الخلق أو بقى فيه مظالم متعلقة به فإزاي نقدر إن إحنا يبقى فيه توجيه عام إن إحنا ناخد الناس ونلفت نظر الناس إلى هذه القضايا فيبقى فيه عمل مؤسسي جماعي لما بنشوف دعاء دعاء مثلا متميزين على الساحة الناس دي تتجمع والخطباء في المساجد الناس دي تتجمع ويبقى فيه نوع من العمل الجماعي لابد من التفكير ويبقى فيه جلسات الناس دي تقعد مع بعضها وإزاي المنهج اللي إحنا روح المنهج مش عن طريق الخطبة الوحدة إنما عن طريق الروح الوحدة الروح الجماعية الوحدة اللي فيها بث للمبادئ اللي إحنا عايزين نأسسها فيبقى أنا شغالة على مستويات كتيرة شغالة على مستوى الجمع شغالة على مستوى الخطابة في المساجد شغالة على مستوى التثقيف في المدارس شغالة على مستوى الميادين الميادين من جهة ما يبث للناس اللي بخاطب فيه الجمهور في الشارع غير اللي بخاطب به طلبة العلم غير اللي بخاطب فيه المصلين اللي في المساجد وأنا في النهاية هذا الخطاب العام لكل المصريين وإن غلبت عليه الثقافة الإسلامية إلا إنها في أخلاقها ومقاصد الأخلاق نتفق مع جميع الشرائع كل هذه القيم الأخلاقية ضرورة العمل على بسها مش هيمكن بأنه بس البرامج تقوم بيها لابد من تعاون المفكرين والمثقفين والفلاسفة ويكون في عمل جماعي يضم هؤلاء وخطة استراتيجية طويلة المدى وفيها نوع من الجمع مش هذه التفرقة التي نحن عليه وده برضو هيدخل فيها مسألة تجديد الخطاب الديني إذا باتكلم على تجديد الخطاب الديني وكل واحد شغال مع نفسه أو المؤسسة فقط بدون العمل مع حتى مع العمل الجهد الفردي الذي قد يقوم به بعض المثقفين أو المفكرين أو الدعاء أو الفلاسفة الناس دي تضم إلى العمل المؤسسي فيبقى أنا كده لمست الشارع عن طريق الناس اللي بتشتغل بشكل فردي وانضمت إلى المؤسسة لأننا محتاجة دعم الدولة ليا في العمل ده فبنقدر ناخد بإيد الدولة لأن احنا بناخد بإيد بعض مش أعمال متفرقة عشان نقدر يا ست قميمة نجد ما تتمنين وده مش فعلا المستوى الأخلاقي بس على مستويات كتيرة جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد